ننتقل ونتحدث عن دمج ذوي الإعاقة في الجامعات والتعليم العالي بشكل عام اليوم سنتحدث عن هذا الموضوع مع الدكتور إبراهيم الأزريقات وحضرته من قسم الإرشاد والتربية الخاصة كلية العلوم التربوية في الجامعة الأردنية صباح الخير دكتور صباح النور أهلا ونسلام بحبتك إذن موضوع مهم جدا موضوع دمج الطلبة ذوي الإعاقة في الجامعات اليوم نحكي عن جامعات بشكل عام فتحكي لنا عن هذا المفهوم مفهوم الدمج وأهميته لا الجامعة وأيضا لا الطالب يعني اليوم أصبح الأردن بخطة سريعة وبخطة متقدمة في موضوع التعليم الدمج وهو تعليم يجمع تعليم الطلبة ضو الإعاقة مع طلبة من غير ضو الإعاقة في أماكن التعليم العام سواء كانت ذلك بالمدارس أو الجامعات ومفهوم التعليم الدمج أصبح اليوم مستخدم في وزارة التربية والتعليم في وزارة التعليم العالي وكل هذه الأماكن التعليمية الخاصة أصبحت تعني الآن بكيف يمكن أن نحقق مستوى تعليم أفضل للأشخاص ضو الإعاقة ليس فقط في المدارس اللي بيكون هو أنهى وتخرج منها إنما حق الوصول إلى الجامعة والاستفادة من التخصصات الموجودة والدراسة بما يحقق إمكاناته وبما يحقق اهتماماته ورغباته وبالتالي يصبح قادر على أن يكون موجود في المجتمع أسوة بغيره من الأشخاص من غير ضو الإعاقة نعم طب إذا حكينا عن المزايا الرئيسية لليوم ممكن يتمتع فيها الطلاب بطلاب ذوي الإعاقة وأيضا الطلاب بيئة الجامعة بشكل عام من هذا الدمج يعني هناك الكثير من الفوائد التي يمكن أن نجنيها الطالب طبعا إحنا بسيك مقدم بسيطة دائما لما نحكي عن التعليم العالي مع الأشخاص ذوي الإعاقة أو التعليم الجامعي قل ليس من السهل دائما على الأشخاص ضو الإعاقة أن يتم إيصالهم إلى الجامعات سواء كنا في الأردن أو حتى في البيئات المختلفة في الدول المختلفة لكن عملية إيصال الطلبة إلى الجامعات هناك لها فوائد عديدة منها الفوائد أولا الأكاديمي والنمو المهني هو يستطيع أن يحقق دراسة لتخصص ما يناسب قدراته وإهتماماته وبالتالي يدخل سوق العمل ويكون قادر على الأداء وبالتالي يحقق الدمج أو الإدماج الاجتماعي ويكون قادر على المشاركة والإحساس بالانتماء إلى هذا المجتمع الفوائد الأخرى الفوائد الاجتماعية أنه هو شخص موجود في المجتمع يقوم بواجبات ويقوم بأداء مجموعة من الأنشطة مثله مثل بقية الأشخاص الآخرين ويشعر بالمشاركة التي تمنحه على الأقل حق احترام الذات وحق أنني قادر على أن أقوم بما يمكن أن يقوم به الأشخاص الآخرين طبعا العملية من هذا الجانب عملية الحصول على الفوائد قل يجب أن تكون هناك بنيا أصلا في الجامعات موجودة حتى نحقق هذه الأهداف وبالتالي تسحى الجامعة لتطورها مثلا إذا بناخذ الموضوع مثلا أحيانا مناسبا نتناول العوائق وكيف يمكن للجامعات أن ترقى ببيئتها التعليمية لتحقق متطلبات الأشخاص دولي عاقة طبعا العوائق اللي ممكن تواجه الأشخاص دولي عاقة في التعليم الجامعي هناك عوائق اللي هي البنية التحتية تعرفي عملية مفهوم التعليم الدامج الآن أصبحت الحديثة نسبيا إلى حد ماين نستطيع أن نقول لنا تريخ بذلك وهي المفهوم حديث عالميا حتى أنه كيف يمكن أن يتم إيصال الأشخاص دولي عاقة للجامعات والحصول إلى أقصى إمكاناتهم في الأردن قطعنا شوط يعني الجامعة الأردنية مثلا قطعت شوط واسع في هذا وسطرت نموذج جميل جدا يقتدى به الجامعات في الماضي كانت ولزيلت معظم البناء التحتية الموجودة قديمة وبالتالي عملية إدخال التعليم الدامج للأشخاص دولي عاقة ستطلب تعديلات بيئية بدنا ممرات وبدنا إعلانات وبدنا اللفتات مكتوبة ببريل لغة إشارة المسارات الخاصة نحن بالأول عفوا دكتور نحن في البداية نحكي عن معيقات بيئية اليوم أن البناء التحتية ممكن تكون غير جاهزة وغير مؤهلة لاستخدامها من الطلب ذوي الإعاقة هذا جانب الجانب الآخر موضوع المناهج يعني هو أكبر تحدي ربما يواجه طلبة ذوي الإعاقة في التعليم الجامعي المناهج ليست كل الجامعات حسب معرفتي أنا وحسب حتى مش بس عندنا إحنا على فكرة الموضوع حتى يعني ممكن أن يكون عربي وعالمي أنه معظم الجامعات تعاني من عملية توفير منهاج خاص لتلبية حاجات ذوي الإعاقة في التعليم الجامعي وتعلمين تماما بأنه ذوي الإعاقة هم مجموعة غير متجانسة يعني مثلا ذوي الإعاقة السمعي لهم إحتياجاتهم الخاصة ولهم مناهجهم الخاصة ذوي الإعاقة البصريي لهم إحتياجاتهم الخاصة ولهم عملية إعداد المنهاج أو على الأقل طباعة ببرايل وهذا يختلف من إعاقة إلى أخرى عملية تلبية هذه الإحتياجات ربما تجعل أحيانا تحدي يعني في الجامعة الأردنية مثلا متوفر الكتب الناطقة ومتوفر مثلا مناهج خاصة في بعض المساقات متوفر لكل التخصصات أو تخصصات على يعني لا نستطيع أن نقول كل التخصصات موجودة الأشخاص على الأقل دوي الإعاقة البصرية أو السمعية وغيرهم مقادرين على الوصول إلى منهاج مناسب لإحتياجاتهم لكن القطعنا شبط جميل بذلك الأحيانا تواجه هناك تحديات بتم معالجتها الدوائر المسؤولي في عمادات شؤون الطلبة بالجامعات المختلفة هناك دوائر خاصة مختصة مهتمة بشكل أكثر تحديدا بكيف يمكن أن نلبي إحتياجات هذه الفئة من الطلبة داخل الجامعات وكيف يمكن أن نجيب على استفساراتهم الخاصة المشكلة التي توجه الطلاب أحيانا في المنهاج يسأل كثير أنه هل المادة لها مثلا مكتوبة لها كتب منطوقة مثلا ناطقة أو لها كتب مصممة بطريقة برايل إذا لم تكن يتم تجهيزها لأنه إحنا لازمنا في بدايات تجارب موجودة وليست كل التخصصات مشملية في عملية إعداد من هاتش خاص لكن قطعنا شوط جميل في ذلك ولازالت عملية النمو والترقي بهذا الجانب موجودة موجودة طيب دكتور يعني اليوم من ملاحظتك لهذا المي واطلاعك على هذا المجال اليوم شو إحنا بحاجة؟ ليش إحنا بحاجة؟ حتى بالفعل اليوم بيئيا وأيضا من المناهج تكون جاهزة لأنها تستقطب كل الطلاب اليوم اللي في عندهم إعاقة ذوي الإعاقة عشان أني منعرف أنه كل شخص بيكون في عنده تفاوت حتى برغبته بنوع التخصص فهل مثلا ممكن أنه يكون في مكتب موجود بكل جامعة يكون مختص مثلا بيئة المناهج كل طالب بدي يسجل بهذا التخصص يتم تحديث مناهج أو كتابة مناهج تكون متناسبة مع نوع الإعاقة اللي موجودة عند أحد الطلبة؟ يعني عملية ما الذي يمكن أن تفعل الجامعات الآن عملية كثيرة أولا معالجة قضايا البنية التحتية اللي هي أصلا بتيح عملية الوصول الطلبة ذوي الإعاقة إلى كل مرافق الجامعة وإلى كل مصادر التعلم والاستفادة منها والتعلم من خلالها الجانب الآخر يعني إحنا في الجامعة الأردنية مثلا على سبيل المثال في دائرة بعمادة شؤون الطلبة عندنا هي مختصة مهتمة بهذا الجانب حتى الكتاب الذي لي توفر ببرايل مثلا يتم إحداث طلاب يقوموا بذلك ومساعده وتقديم خدمة مناسبة لذلك لكن هل نقول كل الجامعات على سبيل المثال مثل خدمات الجامعة الأردنية لا نستطيع أن نعمل إذا بدنا مثلا نكون أكثر قدرة على أن نحافظ المهم الآن بالتعليم الدامج ليست عملية إيصال الطلبة إلى التعليم الجامعي أن نحافظ عليهم بالجامعة وأن نضمن لهم حق تحقيق النجاح في الجامعة حتى يتحقق طالي مقول المنهاج عملية أساسية يجب أن يكون هناك مناهج خاصة داعمة ميسرة للطلبة قادرين على استخدامها والوصول إليها والتعلم من خلالها جانب مهم آخر اليوم نحن نحكي عن تعليم دامج ونحكي عن توعية مجتمعية ونحكي عن توعية مجتمعية في البيئة التعليمية يعني مثلا زيادة إكساب الكفاءات التدريسية الموجودة بكيف يمكن أن تلبي التنوع في طلابهم ضمن البيئة الصفية مناسب عملية إشراك التكنولوجيا والصفوف الذكية أن تكون بالجامعات عملية مناسبة لأن هذه تحقق أقصى فائدة يمكن أن يستفيد منها الأشخاص من الأشخاص ذوي لعاقة مثلا عملية رفع الوعي أو نخلق ثقافة ثقافة يعني تعليمية دامجة أنه عملية وجود هؤلاء الطلبة في الجامعات هي أصبحت مألوفة وأصبحت قادرة على أن تحقق أهدافها مع الأشخاص من دول إعاقة ومن غير دول إعاقة وعي الأكاديميين بكيف يمكن أن ندرس هؤلاء ونلب إحتياجاتهم داخل البيئة الصفية عملية مناسبة أن يكون هناك توعية في العملية التعليمية الجامعية وغير الجامعية المجتمع يلعب دور كبير بذلك يعني واحدة من المعوقات التي ممكن تكون موجودة بالمجتمع سواء كنا نتكلم عن الأردن أو حتى خارج الأردن حتى في المجتمعات المعتقدة المغربية المعتقدات السلبية والاتجاهات أنه هل يمكن أنا أن أكون قادر على تعليم أشخاص نفس البيئة الصفية وعن ألبي احتجاهته التعليمية إذا كانت هناك دورات تعليمية وتوعية تعليمية خاصة والثقافة تعليمية دامجة في التعليم الجامعي والتقبلهم والمحافظة عليهم وتحقيق أهدافهم نستطيع أن نحقق ذلك نعم نعم بأقل من دقيقة دكتور إذا بتحكي لنا اليوم كيف ترى مستقبل هذا التعليم الدامج في الجامعات الأردنية نعم بدأنا بخطوات جميلة هناك الكثير يمكن أن تفعل الجامعات بهذا الاتجاه مثلا عملية تطوير المناهج وتوضيح الخطط الخاصة بهؤلاء الطلبة عملية تقديم إرشادات خاصة لاختيار تخصص مناسب ليتناسب مع طبيعة الاحتياجات الموجودة أحيانا بعض الطلبة عندما يزوروا الجامعات تكتشفوا أنه أحيانا الجامعات ليست مهيئة تماما بعض الجامعات طبعا ليست مهيئة تماما لأن تلبي احتجاهات الخاصة وبالتالي يمروا بنوع من التناقض ويصير يبحث عن تخصصات أكثر سهولة أو أكثر تلبي لإمكاناته أو يبحث عن جامعات أخرى لكن القطعنا في الجامعات الأردنية جانب جميل جدا الجامعة الأردنية سطرت الموذة جميل بذلك انتقلت خبراتها لمعظم الجامعات حتى العربية أصبحت تستفيد من خبراتنا لكن منقول لا زال الكثير يمكن أن يعمل ويمكن أن يستخدم أيضا طرائق تدريس متنوعة لتلبي احتجاهات الطلابية الخاصة في تعليم الجامعي نعم اليوم إذا بدنا نحقق هذا التعليم الدامج يكون مناسب لكل الفئات اليوم من الطلبة من ذوي الإعاقات على اختلافها كيف ممكن نضمن تحقيق هذا التعليم لإلهم يجب أولا ضمان عملية إيصال هؤلاء طلبة إلى الجامعات والمحافظة عليهم بالجامعات وضمان عملية نجاحهم في التخصصات التي يقوموا بدراستها الجانب الآخر يجب توفير بنية تحتية خاصة مثلا البماني القديمي يجب أن تشرك في عملية التحديث الخاص وتلبية الاحتياجات المتنوعة الموجودة المجتمع الأكاديمي يجب أن يكون على وعي بطريقة تلبية الاحتياجات التعليمية الخاصة وكيف يمكن للأكاديميين أن يلبوا تنوع الطلاب الموجود بصفوف استخدام التكنولوجيا استخدام تصميم التعليم الشامل الذي يسعى إلى عملية الإفادة بكل ما هو موجود واستخدام مصادر التعلم لتحقيق الأهداف الخاصة عند هؤلاء الأشخاص بالإضافة طبعا وضع خطط تعليمية وتحديث التشريعات القانونية التي تسهل عملية توفير هذا النوع من الخدمات نعم إذن شكرا لوجودك معنا دكتور الله يعطيكم ألف عافية كل الجهود أكيدة التي تبذلوها دكتور إبراهيم الأزريقات أهلا وسهلا بحضرتك أهلا وسهلا بحضرتك أهلا وسهلا بحضرتك أهلا بحضرتك سلام فيك أهلا بحضرتك اشتركوا في القناة